وجه الرئيس عبد الفتح السيسي بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين والتوسع في إنشاء المدارس المتميزة الجديدة بمختلف أنواعها وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي والثابت للدولة بدعم الاستثمار في التعليم من أجل المساهمة في بناء الشخصية المصرية وخلال اجتماعين لمتابعة جو تطوير منظومة التعليم الأساسي بمختلف محاورها وجه الرئيس السيسي بتعزيز نشاط وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها وذلك كان موزج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطع الخاص تلبية لاحتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنمية إلى جانب المهن الحرفية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على جهود وزارة التربية والتعليم لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية ذلك بالتنصيق مع كل من مدريات التربية والتعليم المختلفة وكذلك مبادرة أحيا كريمة لتطوير قرار ريف المصري حيث وجه الرئيس بقيام وزارة التربية والتعليم بالمراجعة الدورية للمنشآت والمباني التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك بالتنصيق مع قطاع الحكم المحلي بالمحافظات